الناس برضو تبقى معانا في الصورة الحان المجهاري هو عبارة عن ايه؟ هو عمارة عن عملية لإخصاب اللي مفروض تحصل جوه الجسم الإنسان جوه الرحم بتحصل بر زي في الصورة اللي معانا دي كده بنحقن حيوان منوي بره في المعمل ومينكون أجنة بره بعد كده بنحط الأجنة ديت ونبتدي نشوف بعد 48 ساعة انقسامات خلوية النقطة مهمة جدا يعني ممكن نقف عندها فكرة الانقسام والإخصاب مجرد ما بيحصل زي جوت أنا عندي دلوقتي ديو دي انه دي انه ايه جديد لكائن حي جديد بيحصل معانا قسامات الأول بمعاندي أربع خلايا تمانية بعدين بندخل فيه 16 الموليلا وبعد كده البلاستوسيست النهاردة في اللحظات دي أنا بقدر أقيم الحقن المجهاري ودور الحياة الملو النهاردة بيجي أعمل ايه؟ دلوقتي أنا عندي حل زوج وزوجة عملوا حقن الميكار طلع لي عدد من الأجنة قليل بمعنى لازم هم جدا أن أنا أشوف النسبة والنقطة دي مهمة الزوجة طلعت 30 بوايد 28 مثلا أو 26 بوايدة كانت في المحرحلة بنسميها الـ M2 اللي هي قادرة على الإخصاب بعدين بحقن الأجنة بيطلع لي رقم من الأجنة بنشوفه نسبة للبوايدات اللي طلعت النهاردة لو طلعت البوايدات مثلا أنا 26 خاصة منه مربعة والأجنة البوايدات في حالة تمة وسليمة هنا أنا لازم أشوف الحيوان الملو طيب أنا عندي دلوقتي كذا حاجة باخد منها الحيوان الملوي إما في السائل الملوي الطبيعي إما عن طريق العينات الخاصة فأنا النهاردة لو عندي في حالة السائل الملوي العادي طيب أنا النهاردة يبقى أنا كده في مشكلة قد تكون في الدين يبقى أنا لازم أختبر عشان كده مهم جدا أن أنا أشوف التقرير وزميلي النساء وزميلي في المعمل أجنة إحنا الثلاثة كده لازم نقعد لشوف الحالة مع بعض النهاردة أنا لو ما أعمل وطبيب النساء شايفيه خلاص كده الزوجة ما عنداش أنا كده عندي isolated case هنا أنا حتعامل معي هل هي الدينة هل أنا عندي نسبة عالية جدا جدا من التشوهات وبالتالي ده بيأثر على الاختيار أنا عندي مشكلة في الفيتاليتي الحيوية كل نقطة من دي بتدرس لأن النقطة دي مهمة جدا أن أنا بعد أول محاولة تقيم طب ليه نقطة حكاية التقييم دي مهمة لأن أنا النهاردة أول محاولة زي ما كله بقول في العالم هي محاولة لها فايدتين علاجية أن أنا أتمنى أن يحصل منها الحامل ويكمل ثانيا هي تشخيصية أنا ممكن نجي دي حالات ما عندي السبب واضح ويبان أن في مشكلة في اخصاب الحيوانات منها بعد ما بشوف التقريب ده بنبتدي بان إفاليويت هنعمل إيه مع الحالة زي نقيم أنا النهاردة والله المعمل بيقول إحنا حيواناتك بخضرتك فيها تشوهات عالية جدا طيب إحنا ممكن نحاول ندي فترات من العلاج ونعيد تقييم الحيوان المنوي شكلا على فترات قبل ما أدخل أعمل حقن الميكاري جديد تاني حاجة طيب لو أنا عندي مشكلة في الحركة الحركة قليلة جدا وأنا النهاردة الحركة بتعكس لي حاجة اسمها الحيوان المنوي أنا مقدرش أقحن حيوان المنوي ماشي حي لبقى أنا كده ضيعت على الزوجين بويضة كويسة وحنطلع بحيوان مش كويس طيب أنا عندي أسليب معينة ممكن تتعرف من الحيوان المنوي ده عايش وأقدر أحقنه بشكل سليم الفترة الجاية ولا لأ عندي طرق عدة من حاجة اسمها الاستخدام الليزر من أنا بعمل نباضات تحت دي اللي بي على طول بيحصل له حاجة اسمها كويلينج يبتدي يلف أعرف إنه عايش في حاجة تانية أنا بحط الديل في مياه المحلول في ملح عالي لو حيوان المنوي عايش بقدر ياخد بالأكتف أسموزيز يسحب المياه من فقدر أشوف الديل دي مثلا أحد الطرق إن أنا بقيم بيها الحيوان المنوي وبعارف إن أنا المرة جاء لازم أقيم الحيوان المنوي كده تاني حاجة أو تالت حاجة بتهميني جدا حاجة زي الديني نسبة الإخصاب زي ما اتفقنا بتبقى عامل دور مهم جدا خصوة لو أنا عندي كل اللي فده كويس عندي عدد كويس شكل كويس الحيوان المنوي يتحرك طيب يمكن البضاعة اللي نقيلها هي الدين مش كويس وبالتالي بأعمل تحليل للدين لوحده عشان أعرف والله لأ ده أنا عندي مشكلة في الدين إني عالية في بعض الحالات بيتم علاجها وفي بعض الحالات باتطر مثلا أقول للزوج إن المرة الجاية حضرتك هتحتاج إن أنا أخد عينة من الخصية بالرغب إن عادة بيجيب في السائل طبيعي عشان أخد حيوان المنوي عنده بديه إني قوي ومحمي بخلية سرتولي فيبيديني نتائج عالية في ساعات بنعمل بسلا اختبارات لي أجزاء من البغيضة مع الحيوان المنوي نشوف بيحصل الأكرزومة الرياكشن ولا لا فدي حاجات عدة مهمة للغاية لتقييم الحالة لازم خطوة التقييم وخطوة دراسة الحالة مهمة لأن حالات الحالة المجهرية زي ما يبونه كده ما هيش ماس برودوكشن ما هيش زي مثلا إحنا معروف في الطب في حالة كذا مثلا نلتقفز زي ده يبقى هعمل واحد اتنين ثلاثة لا كل راجل وستة عندنا ليهم معاملة على حسب الحالة في حالات ندر عندنا كتير وبنحاول نعدلها وفي حالات فعلا بتجيب نتائج ترجمة نانسي قنقر